بسم الله الرحمن الرحيم من زمان عن شروحات السناب واليوم الصراحة سأتكلم عن موضوعهم كثير من الناس ففواتر الاتصالات أصبحت مرهقة للناس من الناحية المالية فاليوم سنعرف عن أفضل باقة موجودة في السعودية أو أرخص باقة موجودة في السعودية فيها إنترنت لا محدود مكالمات لا محدودة ورسائل لا محدودة فقبل نتخفى التفاصيل أتمنىكم تنشرون هذه السنابات وأتمنى أيضا إلى مرفع الفيديو هذا على اليوتيوب أنكم تعملوا لايك للفيديو وأيضا تشتركون بالقناة في البداية أسعار الباقات الموجودة عندنا في السعودية وفيها مكالمات لا محدودة ورسائل لا محدودة وأيضا إنترنت لا محدود أسعارها ثابتة تقريبا في كل شركات الاتصالات السعودية على سبيل المثال في شركة الاتصالات السعودية عندهم باقة مفونتر أربعة فيها كل اللي ذكرناه ويعطونك إنترنت تجوال 1 جيجا وأيضا يعطونك مكالمات تجوال 100 دقيقة وفيها STC واي فاي مجانا ويعطونك محة شريحتين مجانا للمشتركين الجدد موبايلي عندهم الباقة مع الضريبة بـ 460 وفيها تقريبا نفس المميزات زي النفس الشي عندهم باقة 399 مع الضريبة رح توصل إلى 460 ولو أخذتش رايح متعددة راح يزيد عليك المبلغ طبعا فيها ميزة هنا أنه رح يعطونك 100 ريال تطبيقات تقدر تشري فيها من الأب ستور ومن متجر جوجل وأيضا رح يعطونك 1 دقيقة في حالة السفر لكن كل هذه الباقات كلها تقريبا سعرها 460 لمكالمات لا محدودة ورسائل لا محدودة وإنترنت لا محدود طبعا نتوقع السبب أن هيئة الاتصالات منزمتهم أنهم يعتمدون لأسعار هذه عشان ما تكون في حرب أسعار بين الشركات فلو نلاحظ مثلا زين عندهم ميزة أنهم يعطونك مثلا 100 ريال رصية تطبيقات تقدر تشري فيها زي ما ذكرت من الأبل ستور وأيضا من متجر جوجل يعطونك مثلا اشتراك في مجاني لمدة شهرين يعطونك تجوال مثلا 1 جيجا يوميا عند السفر يعني كنوع من الترغيف لأنك تشترك في الباقة موبايلي والستي سي نفس الشي 460 هنا 517 لأنه أنت تزيد شريحتين ورح توصل للسعر هذا 517 لو اشتركت بشريحتين إضافية في موبايلي أو اشتركت بشريحتين إضافية في زين فأسعار الاتصالات أو أسعار الباقات هي مثبتة من هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات السعودية لازم أنها تلتزم فيها أو أن هيئة الاتصالات راح تخالفهم لو سألت اغلب الناس في السعودية وتقولوا مش شركات الاتصالات الموجود في السعودية راح يقول لك لكن في الحقيقة فيه أكثر من مشغل حنه ، ممكن ما سمعنا عنه ففي حاجة اسمها مشغل اتصالات رقمية فالشركات الثلاثة الكبيرة هذه عملت شركات اتصالات رقمية بمعنى أنه ما لها محلات يعني ما لها مقر أنت تقدر تروح وتأخذ منها شرائحك أو أنك تقابل خدمات العملاء ما لهم رقم واحد مثل رقم 9.59 في زين أو 900 من اتصالات السعودية فكل حاجة تبغاها تعملها عن طريق التطبيق فشركة زين عندها ياقود شركة ياقود عندهم تطبيق تقدر عن طريقة تعمل كل الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات السعودية فلو أنت اشتركت مع شركة ياقود راح يظهر لك اسم الشبكة زين لأنها معتمدة على شبكة زين شركة الاتصالات السعودية STC عندها أيضا جوي فهي مشغل اتصالات رقمي ما لهم خدمات عملاء ولا لهم مقرات لكن يوفرون خدماتهم عن طريق التطبيقات فأنا رحظت أن أرخص الباقات موجودة عند ياقود فلما تيجي تدخل التطبيق تروح للمتجر بعدين لما تروح للباقات فرح نلاحظ أنه عندهم باقات بـ 115 ريال فيها 25 جيجا انترنت مكالمات لا محدودة رسائل لا محدودة في عندهم ثلاث تطبيقات لا محدودة فلما تيجي تضغطينها تقدر تختار ثلاث تطبيقات في هذه الباقة بحيث أنها ما تنحسب من الـ 25 جيجا الرئيسية أيضا عندهم باقة بـ 230 مع انترنت 95 جيجا وست تطبيقات لا محدودة وعندهم بـ 460 انترنت لا محدودة ومكالمات لا محدودة ورسائل لا محدودة فهذه الأسعار للشرائح العادية هي نفس الأسعار الموجودة عند شركات الاتصالات الكبرى طيب أجل وين التخفيض وين أرخص سعر اللي تكلمتنا عنه في البداية فلو اخترنا الشرائح المدمجة فراح نلاحظ أن الأسعار نقصت تقريبا إلى النص فبـ 80 ريال تقدر تحصل على 25 جيجا مع مكالمات لا محدودة ورسائل لا محدودة 120 ريال 95 جيجا بيانات لكن لو أخذنا هذه الباقة لـ 200 ريال فراح حصل الانترنت لا محدود مكالمات لا محدودة ورسائل لا محدودة لكن فقط إذا اخترتنا الـ eSIM لأنه أنت تفعلها عن طريق التطبيق فما في مندوبين راح يشتغلون ولا راح يجيك التوصيل ولا راح تتحمل الشركة تكاليف التوصيل فبالتالي باقات الـ eSIM عن شركة ياقوت هي الأرخص في الشركات السعودية مع ملاحظة أنه لو اشترت هذه الشريحة وكان عندك راوتر يدعم الـ eSIM ما راح تشتغل معه فهذه ما راح تشتغل هذه الباقة إلا مع الجوالات فقط طيب فيه ناس يقولون نحن ما نبغى شريحة اتصال نبغى شريحة بيانات نفس الشيء عندهم لو كان لشرائح المدمجة فعندهم 70 ريال 50 جيجا بالشهر و110 ريال يعطونك 100 جيجا و190 ريال يعطونك بيانات لا محدودة لو انت اخترت الشريحة العادية فتقريبا السعر الدبر راح يكون 373 وهو قريب من اللي تقدمه شركات الاتصالات السعودية الكبرى فلو اخترت الشرائح المدمجة من عند ياقوت فراح تجيك تقريبا بنصف الأسعار أو أقل من نصف الأسعار بخيارات أفضل من اللي موجود عند شركات الاتصالات السعودية الكبرى مع ملاحظة أنه دائما أقولها أنه راح تستخدم شبكة زين فلو كانت شبكة زين تغطيتها ميب كويسة عندك فما راح تنفع معك شبكة ياقوت أو متجر ياقوت طيب لو حبيت أني أشترك فيها كيف الطريقة تقدر أنك أنت تشترك رقم جديد وتقدر تحول رقمك عليهم فعلى سبيل المثال لو أنا حبيت أني أشترك بالباقة هذه مجرد أني أختار هذه الباقة بعدين طلب شريحة يقولي تبغى رقم جديد ولا استخدم رقمك الحالي فتقدر تختار رقم جديد أو تستخدم الرقم الحالي وتكمل باقي معلوماتك وبكذا على طول خلال ساعتين عمل يعني لو أنت طلبت التحويل لساعة ثمانية الصباح خلال ساعتين راح يوصلك الكود اللي فيها الشريحة وتقدر أنك أنت تتحول رقمك عليهم طبعا بعدها راح ترسلك شركة الاتصالات اللي أنت كنت معها ممكن أنهم يكلمون لك ويعرضوا لعيك خصم وممكن أنك أنت أيضا تحول إلى هذه الشركة وبالتالي تقولهم لا ما أبغى عرضكم ووقتها راح تنفصل الشريحة القديمة مع المشغل القديم وراح تقدر أنك أنت فقط تفعل الإسم من شركة ياقود طبعا الناس بعد ما اسمعوا الأسعار ممكن يبدون يحاولون رقمهم أو ممكن يطلعون شرايح من شركة ياقود لكن فيه عيوب لازم أنت تنتبه لها العيب الأول أنه لو كنت تتبغى شريحة فيزيكال أو شريحة العادية فلازم أنه يكون أنت موجود في أحد هذه المدن رياض جدة مكة دمام الخبر الظهران القطي في المدينة أبها بريدة عنيزة فلو كنت موجود في غير هذه المدن ممكن ما راح يوصلونها لك الحاجة الثانية أنه لازم تتأكد أن شبكة زين موجودة عندك وأنه إرسالها كويس أنا في الرياض أستخدم شبكة زين ممتازة جدا لكن ما أعرف عن المدن الثانية فأنا نصيحتي طلع منهم أي رقم لفترة معينة جرب شبكتهم إذا عجبتك هذه الساعة ممكن أنك تتحول رقمك عليهم الحاجة الثالثة أنه ما في أحد راح يساعدك يعني ما عندهم محل أنت أو مكان ممكن أنك أنت تروح له أو رقم تتصل عليه كل الشغل عن طريق التطبيق أحساس كده في أحد كاتف المنتدى يقول إذا ترك لك مشكلة محهم أرفع عليهم شكوفية الإتصالات ممكن يكون أسرع لك والعيب الرابع واللي أنا طبعا لاحظته عندهم أنه لو رحت على المتجر الآن ففيه الإضافات هنا فتقدر مثلا أنه في حالة التجوال أنك أنت تختار باقة التجوال شهر واحد بخمسين ريال راح يجيك نص ساعة مكالمات ثنين جيجا انترنت ورسائل نصية واستقبال مكالمات لهم أنا شوف خمسين ريال لمدة شهر مناسب لكن عيبة أنه حتى تشترك بهذه الباقة لازم تكون مشترك في أحد الباقات الأساسية يعني أنت لازم تروح هنا وتشترك في أحد هذه الباقات سواء واحد اكس أو ثلاثة اكس أو خمسة اكس وبعدين تقدر أنك أنت أضيف فهذه حاجة مهمة الحاجة الثانية في التجوال أنه عدد الدول الموجودة فيها أو مدعومة يعني أقل بكثير من الموجود عن شركات الاتصالات الكبرى مثل STC وموبايلي وزين في النهاية يليت الناس اللي مشتركين مع ياقوت من زمان يكتبون رأيهم في الباقة هذه أو في باقات ياقوت لكن أنا اللي دائما ننصح فيه أنه أنت طلع من عندهم رقم جربهم لمدة شهر لو أعجبك كل شيء لاحظ أنه أنت بدون مشاكل ممكن وقتها أنك تحول رقمك الأساسي عليهم وتأكد أيضا أن شبكة زين تكون موجودة عندك أو تغطيتها ممتازة في المنطقة اللي أنت عايش فيها أو في الأماكن اللي أنت تروح فيها وبإذن الله أنا مفكر أني أسوي مجموعة على التليجرام نتكلم فيها عن الباقات الاتصالات والبيانات من شركات الاتصالات السعودية فلو أنتم محببين هذه الفكرة أو تعرفون مثلا مجموعة على التليجرام يتكلمون عن هذه المواقع يريد أنكم تشاركونها تحت في خانة التعليقات وتكتبونها لي هنا على السناب في النهاية أتمنى أنكم استفدتم من الشرح هذا لو كان عندكم أي شئ لأستفسار اكتبوا تحت في خانة التعليقات لما أرفع الفيديوهات على اليوتيوب ممكن تسألوني على حسابي في السناب وإلي تشاركون هذا فيه مجموعة على التليجرام أو أني أنا راح أعمل مجموعة وراح أشارك رابطها أيضا ونتكلم فيها عن باقات الاتصالات المتوفرة في الشركات السعودية لأنها أصبحت تشكل يعني الآن جزء كبير من ناحية اقتصادية أو جزء من الراتب يروح على فواثير شركات الاتصالات فآسف أني طولت عليكم يعطيكم الفعافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم